اللي هيفهم الهداية بمعنها الخاص قال مش هينفع يبقى للناس ده هو بس للمؤمنين زي ما قاله هدى للمتقين اللي هياخد الهداية بمعنها العام البيان والارشاد والتوضيح والدلالة يبقى لكل الناس طيب الكرآن لما بيقول كلمة هدى في مقابل كلمة بيان والتنين في آية واحدة زي في قال عمران كده هذا بيان للناس وهدى يبقى الهدى هنا غير البيان الهدى والبيان يجوا بمعنى واحد ربما لما يجي كل واحد لوحده انما لما يجي الهدى والبيان في معرض في آية واحدة يبقى الهدى غير البيان وبناء عليه خلينا نقول بشكل عام الهدايات لأنها في القرآن الكريم يراد بها الهداية الخاصة وفرق لكم بيبقى الاتنين فهي للمؤمنين وليست لكل الناس لكل الناس علم بيان ارشاد زي ما قولك تخش اي مول ميلاك من احترمة تلاقي خريطة كده كبيرة قوي بتعرفك بالاماكن الابواب ده فين وبتقدل ايه والمول ده بتاعة ده المحل ده فين والتوكيل ده فين والبنك ده فين والقصة دي تعرفك كل حاجة فين مكان المطاعم فين مكان المسجد فين مكان عزك ملو دورات المياه تعرفك كل حاجة فمن حق اي حد ويقدر اي حد يخش المول اول ما يدخل يوقف على الخريطة دي يعرف الدنيا فيها ايه ويعرف مكانه فين اللي واقف فيه والمكان فين اللي عاز يوصله ده كل الناس لكن السؤال هنا هل كل حد يوقف قدام الخريطة دي يفهمها بلاش انت حاجة دخلت الملك كم مرة تقولي اه مولانا ده كتير قوي احنا ورانا غير المولاد مستعان تقولي دخلت كتير قوي كم مرة بصيت على الخريطة دي تقولي ولا مر الله يبقى الخريطة دي كانت هدايا ليك لا كانتش هدايا ليك هي محطوطة بيان ارشاد يمكن ان تأتي اليها فتنظر فيها ويمكن ان لا تأتي اصلا ممكن تيجي وبالتواني انا مش فهم حاجة من خريطة دي يبقى عمر مكات الخريطة بوجودها ها هدايا للناس لا هي بيان هي تعليم هي ارشاد مين اللي هنقوله الخريطة دي اهدتك وصلتك ده المعنى اللي ما شاء الله وقف وقدر يفهم وقدر يوصل وما سألش حد ووصل الكرآن كدر النبوة كدر لما ربنا يقول وما انت وربنا يقول ولكل قوم هاد لكل قوم من هاد يبقى كل نبي ارسل بل مش بس كل نبي ده كل امام او كل شيخ او كل راهب في وقته او عالم في واعز في وقته ايا كان زمنه وعظ الناس وعلم الناس كان هاد ولكل قوم او ولكل قوم من هاد فيهم حد بيقولهم بيرشدهم ايا كان يطلع نبي يطلع حد صالح وارد جدا ولكل قوم من هاد انما الهداية تنسى عن سيدنا النبي انك لا تهدي من احبابت ياه النبي محمد الله طيب يا رب انت اقول لك قوم من هاد لكل قوم مرشد لكل قوم معلم لكل قوم مبين انما الهداية حمل الناس على الطريق الذي يريده الله لا يملكه الا الله انا املك الدلالة عليه بتوفيك ربي يقول لي ويعلمني يقول لي ابقى انكل الكلام فانا املك الدلالة عليه النبوة مهمتها الدلالة على هذا الطريق لكن من الذي يملك ان يحمل الناس على هذا الطريق ويثبتهم عليه ليس الا الله وحده ما فيش غيره والقرآن سبب العاوز يهتدي القرآن سبب يقرأ القرآن يفهم القرآن يعمل بالقرآن هذا هو طريق الهداية يبقى هيوصل وهيبقى والذين اهتدوا ها زادهم هدى وآتاهم تقواه اهتدوا في البداية بان تحركت ارادتهم نحو النظر في القرآن فيسر الله وهيئ لهم الاسباب ادروا يقرأوا في القرآن ببعض ما افاء عليهم من علم او ما اوقع في طريقهم من افاضل علموهم القرآن ومعاني القرآن فترسخت في ذهنهم واستقرت في قلوبهم هدايات القرآن فاصبح مهديا على الطريق والله سبحانه جل فعله بكرمه ثبته على هذا الطريق ثبته على هذا الطريق فلما يقول ربنا والذين اهتدوا زادهم هدى هو دا ونفهم هذا وعشان كده المؤمنون اكثر الناس معرفة بالله يدركون ان هدايتهم من الله وانه ثبتهم على الهداية بالله لبشطرتهم ولا بعقلهم ولا بوظيفتهم وانا الشيخ سالح اجيل قدامكم وهو ازعم اعتقد موكن بان ما انا عليه من فضل فمن الله وانه اللي مثبتني على اللي أنا عليه دا طبعا مع تقصيري ونرجو رب يعني يعفو عن هذا التقصير ويرفع درجتنا ويعلي ايماننا اللهم امين اقول انا قدامكم اوكن بان ما فيه انا ما فيه من الله لا يجهد لي فيه غير بس ارطي لتحركت للخير فالله حتى هذه الارضة الله تعالى اعانني عليها وله الفضل والمن وما لنا من فضل على الاطلاق كل ما بنى من نعمة فهو من الله بالذات النعمة الايمانية فمن الله واوكن تماما ان من يثبتني على ما انا عليه هو الله وانه لو تخلى عني لحظة واحدة لكنت شيطانا رجيما ايوالله العظيم عشان كده نبع علمنا يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث من عذابك استجير لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا الى احدا من خلقك وعلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا الهداية منه ابتداء والتثبيت عليها والديموم عليها منه انتهاء الفضل لله وحده في هذا فلندرك هذا المعنى ولننسب الفضل الى ربه الى ربنا سبحانه جل في علاء الى صاحب الفضل وهو الله ويوم القيام نتقابل بإذن الله ونقول مع بعضنا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله ايوه هنقول ده ان شاء الله يوم القيامة كده احنا يا رب على ابواب الجنة اللهم امين ونفتكر الكلام ده مع بعض اشتركوا في القناة